بالنسبة لأهلنا بقى أصحاب المعاشات أولا موضوع نهاية الخدمة اللي الناس كلها بتتكلم فيها ودول أه بالزبط ودي المشكلة كانت الكبرى إحنا لما جينا كهيئة في 2017 لقينا ما فيش صندوق نهاية خدمة ولا فيش اشتراكات والناس كلها معتقدة اللي هي كانت بتدفع الاشتراكات دي صندوق قريدي موجود وهي بتتعامل على هذا الأساس لأ طلع الكلام مش مصح وهو التضح اللي هم كانوا يدفعوا الاشتراكات دي بتاعت المعاشات التامينات والمعاشات ده شيء وده شيء آخر طب لما جينا تكلمنا انتوا كنتوا بتصرفه كالتحاد زعو تلفزيون في السابق منين؟ من مخصص الدولة آه يعني الدولة تبعت له مخصص فيصرف منها المعاشات هو بيطلع منه بالزبط مش من السندوق لا مش المعاشات مكافئة نهاية الخدمة المعاش ده موضوع تاني خارج المكافئة بتاعت نهاية الخدمة دي ده مبلغ طبعا شيء كبير من الزغاية صحيح يعني احنا نقترب دلوقتي من 17 مليون جنيه شهري فاحنا بنتكلم على عدد خارج وعدد موجود يعني فيه حاجات كتير بس احنا هنا عايزين نفهم العاملين الموضوع ايه بالزبط طيب لما جينا في 2017 لقينا فيه مكتوب قرار صادر من وزير المالية في 2014 ممنوع التعامل بمخصصات الدولة في السنديق الخاصة ده وقفنا على طول فما تقدرش انت من مخصص الدولة تعمل مكافئة نهاية الخدمة وكان رؤساء القطاعات حين ذاك راحوا نيابة الاموال بالطهمة دي اللي هم بيدفعوا من مخصصات الدولة آه لان ده فلوس دولة بالزبط طب الحل ايه ساعتها الحل ما فيش سندوق ما فيش اشتراكات وفي عدد من العاملين كتير متراكم بقالوا ثلاث سنين وده بيحتاج نهاية الخدمة بتاعته عشان تعينه على تكملة حياته وبعد الخدمة اللي هو قطتها في مسيح وحقه ده اكراما ليه طيب دي قد ايه 150 شهر لكل شخص بيخرج على اختلاف طبعا الاساسي اللي بيتعمل بيه الدرجة بتاعته طب احنا هنعمل ايه لما جينا عملنا الدراسة الاكتوارية وصل اللي احنا محتاجين نحط في الصندوق اون سبوت 2.6 مليار جنيه انت كان لازم تبدأ الصندوق اصلا ب2.6 فمتخيلة المبلغ ده كبير قد ايه كبير جدا طب انت هتعمل في ايه عشان تحافظ على الميزة اللي بياخدها اللي خارج المعاش طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا المهم حاولنا طبعا وزارة المالية بتعمل لنا اتحات على قد ما بتقدر بندبر من موارد الهيئة وهكذا تخطينا غاية شهر 11 2018 فاذا ان السادة اصحاب المعاشات لحد شهر 11 2018 بالزبط اخدوا مكافئتنا هي تلك بالزبط طب احنا محتاجين نكمل الباقي مصبوط وانشأنا الصندوق بطريقة قانونية وطبقا للليحة بتاعة الرقابة المالية واصبح فيه صندوق للعملين لنهاية الخدمة موجود حالا من 2019 اه فاذا الصندوق موجود بس الاسلام مالاش عايز يتمل طب بيتمل ازاي فيه مجلس ادارة قريدي انشأ مجلس الادارة لا علاقة للهيئة بتاتا بيه يتبع مين هو مجلس ادارة بيتم انتخابه جمعية عمومية وبيتم انتخاب العاملين فيه مش عجبهم مجلس الادارة دلوقت يجتمعوا يعملوا الجمعية العمومية الخاصة بيهم ويجيبوا مجلس ادارة تاني فاذا انت يعني بتدي الحرية للعاملين مش انا اللي بدي ده القانون 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 هو لو هو مش مقتنع بمجلس الادارة ده ومجلس الادارة يعني ايه اللي ممكن يعني يفيد يعني قصدي يصيب فيه او لا يصيب فيه هي موارد ده انت بتحطي ميزة مالية بتاخدي وصادها ميزة مالية وانت خارجة بس الميزة دي قد ايه عشان تشكل السندوق وتاخدي نفس الميزة المية وخمسين شهر هي دي بقى المشكلة والعقبة الكبرى طبعا برضو احنا ما نقدرش نسيبهم كده احنا اجتمعنا مع السندوق كتير وحطينا حلول كتيرة الحمد لله تم اعتمادها من مجلس الهيئة الايام السابقة